من يعاني من الخمول والتعب في جسده والكسل في عمله وقلة النشاط في يومه فخذ هذه الوصفة النبوية التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة رضي الله عنها والله جدا نافعة وهي سنة مهجورة عن النبي عليه الصلاة والسلام تبع المقطع معانا الله يزاكم الخير لا يكون إضافة يشوف المقطع غيركم والكل يستفيد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ابنته فاطمة رضي الله عنها ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم تسبحين الله ثلاثة ثلاثين وتحمدين الله ثلاثة ثلاثين وتكبرين الله أربعا وثلاثين حينما تأخذين مضجعك يعني حينما تأتين إلى فراشك تريدين النوم تقولين هذه الكلمات يقول شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله من اعتاد على التسبيح قبل نومه أعطي يعني أعطاه الله نشاطا وقوة في عباداته وقوة ونشاطا في قضاء حاجاته وقد نصح العلماء بهذا الذكر قبل النوم كل ليلة لما فيه من الفوائد العظيمة الدينية والدنيوية فأنصح نفسي وإياكم أن نحافظ على هذه السننة المهجورة عن النبي عليه الصلاة والسلام والله تعالى الموفق